طيب لو كلمنا عن نسبة التصويت شايفها كتجربة احنا بنتكلم دايما انه اي منصار ديمقراطي في اي دولة هو يعني عملية بيتم استكمالها والبناء عليها والبناء دائما على ما تم من مراحل سواقتها يعني لو كلمنا على انتخابات مجلس شيوخ وعدد الناس اللي شاركت في انتخابات مجلس شيوخ في ظل الاعضار اللي موجودة سواء بالنسبة للدولة او بالنسبة للمواطن او بالنسبة للمرشحين يعني كان لدينا كوكتيل من الصعوبات متجمعة في وقت واحد طبعا كان اكبرهم يعني كورونا يعني وما زال لكن لو كلمنا عن النسبة وتجربة حديثة برضو بالنسبة للناس هل نستطيع ان نقول انها مقبولة ولا اقل من المقبولة لا مقبولة جدا مقبولة جدا مجلس الشورى السابق اللي هيبقى مجلس شيوخ ان شاء الله الناس كانت انتخابات بتجري وما يحسوش بي على الاطلاق على فتح لم يكن الاعلام يهتم لم تكن الصحف لم يكن الناس تقريبا ما كانش فيه حضور امام الجانب اي شكل من الاشكال رغم الضجة التي حدثت حول انتخابات الشيوخ وانه ما فيش نسب لا ده دليل على ان هناك اهتمام باجراء هذه الانتخابات اتصور انه كان فيه كمان اهتمام من الاحزاب بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ اهتمام يفوق الاهتمام السابق بمجلس الشورى خاصة انه مجلس الشيوخ بقى له اختصاص دستورية واضحة اه اه يعني مختلفة تماما عما اللي هي ايه بالزبط برضو ما خلينا نعيد التذكير بالنسبة للناس لانه ناس كتير جدا حتى الان مش فهمة ايه هي اختصاصات مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس الشيوخ هو اه اه يعني منقشة تعديل مادة او اكثر من الدستور اه منقشة الخطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية اه منقشة الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تعرض عليه اه منقشة القوانين مشروعات القوانين التي يرسلها اليها مجلس النواب او رئيس الجمهورية او القوانين المكملة للدستور اخر باند هو الباند الخامس وهو من اهم البنود في ما تعلق باخصصات المجلس هو اه منقشة ما يحيلوا اليه او يعرض عليه يعرض عليه رئيس الجمهورية من موضوعات اشتركوا في القناة